السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم لو حضرتك لاحظت هتلاقي أن الفترة اللي فاتت حصل خلاف وتضارب في التصريحات في موضوع الملء الثاني لسد النهضة يعني هتلاقي أن تصريح سوداني مناقض لتصريح إثيوبي مناقض لتصريح مصري والبداية كانت مع التصريح السوداني تقول السودان أن إثيوبيا بدأت بالفعل عملية الملء الثانية لسد النهضة عملية أكدت أديس بابا مرارا أنها ستنفذها في يوليو المقبل لكن يبدو أنها شرعت في الخطوات التمهيدية لها وفق الخرطوم إذ أعلنت الأخيرة أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء السد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ببدء حجز المياه والعمل على تعالية جدار السد الأوسط ولكن توقع السودان أن يكون معدل التخزين أعلى قبل الخريف أي في شهرين يوليو وأغسطس المقبلين بسبب الأمطار الموسمية الكلام زي ما حضرتك سمعت كده واضح وصريح والمصطلح المستخدم في الكلام واضح المسؤول السوداني بيقول إيه؟ بيقولك أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني بدأت الملء ما قالش تجهيزات الملء يعني إثيوبيا بدأت فعليا أنها تملة في نفس اليوم مباشرة طلع وزير المياه الإثيوبي وقال أن التصريحات دي غير صحيحة تماما وأن كل الكلام اللي جه على لسان المسؤول السوداني كلام كاذب تماما وأن هدفه عمل إرباك للجميع طيب كده السودان اتكلمت وإثيوبيا ردت عليها وقفت بقى التصريحات على كده؟ أبدا في مصر طلعوا تصريحين لتنين عكس بعض الدكتور عباس شرائي خابير المياه وأستاذ الجيلوجيا بجامعة القاهرة طلعوا وتكلم في الموضوع ده مرتين مرة يوم لأربعة ستة وعشرين مايو ومرة النهاردة يوم السبت تسعة وعشرين مايو وفي المرتين أكد تأكيد تام وحازم وصارم على أن كل الصور المتدولة وكل الأخبار المتدولة عن موضوع الملء الثاني أخبار كاذبة وصور كاذبة وأن أثيوبيا لحد النهاردة لسه مرفعتش متر خرصانة واحد وكلامه اللي قاله ده كان بناء على الصور اللي جات بالأمر الصناعي يوم سبعة وعشرين مايو 2021 وقال أن الجزء اللي الناس كلها أشارت إليه وقالوا عنه أن تعليل السد هو في الحقيقة موجود أصلا من البداية وقال أن التخزين أو الملء الثاني ممكن مايتمش أصلا وحتى لو تم فمستحيل يوصل للتراتاشر ونص مليار اللي أثيوبيا سبق وقالت عليها وحسب كلامه الوارد على لسانه قال إن لو فيه أي جديد أو أي تغيير حصل فمستحيل يستخبأ وإن أكيد العالم كله هيعرف ده كان الكلام أو التصريح الوارد على لسان الدكتور عباس شرائي النهاردة فيه كلام تاني أو تصريح تاني على لسان الأستاذة أسماء الحسيني اللي هي خبيرة في الشؤون الإفريقية ومدير تحرير الأهرام والحقيقة إنها قالت كلام خطير جدا وتقريبا عكس اللي قاله الدكتور عباس شرائي دعيني أشاركي ما قاله مسؤول رفيع المستوى في وزارة الرئيس السودانية لوكالة رويترز للأنباء اليوم قال إنه أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو الجاري وأضاف المسؤول أن أديسة بابا بدأت عملية الملء الثاني بحجز المياه عبر العمل على تعالية جدار السد الأوسط مما يعني حجز كميات من المياه وأوضح المسؤول السوداني أنه يتوقع أن يكون معدل تخزين المياه أكبر خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين نعم أعتقد أنه كلام المسؤول السوداني بشأن بدء الملء يتطفق تماما مع أسلوب إثيوبيا التي لجأت في الملء الأول إلى نفس الخداع كانت صور الأقمار الصناعية تقول أن الملء بدأ وكانت تنفي ثم اضطرت في النهاية إلى الاعتراف بأنه تم بدء الملء الأول بدون اتفاق أو توافق أو تنصيق مع مصر والسودان الشريكين في النيل الأزرق أعتقد أنه بدء الملء على ما يبدو وهذا الأمر هو أمر خطير بالفعل ويزيد الاحتقان ويزيد خطورة الموقف زي ما حضراتكم سمعته كده الكلام اللي قالته الأستاذة أسماء الحسيني عكس تماما الكلام اللي قاله الدكتور عباس شرائي والتصريحين طالعين من جوة مصر وللأسف التصريحات دي بتؤدي لزيادة حالة الارتباك والقلق والخوف عند الشعب المصري الناس بقى عندها قلق من الكلام اللي هي بتسمعه من الصح ومن الغلط والحقيقة اللي أنا شايفه كده ومن وجهة نظر الشخصية إن كان الأوان بقى الحكومة تطلع وتمنع أي تصريحات من أي مسؤول إلا مسؤولين الحكومة لا تصريحات بقى من أستاذ جامعة ولا تصريحات من رئيس التحرير ولا من أي حد تاني منعا للارتباك ومنعا للقلق وللبلبلة اللي بتحصل في البلد لأن الموضوع دلوقتي على أرض الواقع بقى أكبر من التصريحات دي بكتير الموضوع وصل لاحتقان شعبي كبير جدا جدا لما تيجى حضرتك كده تبص على أراء المصريين هتلاقى إن تقريبا أغلبية الشعب بكله متفق على حاجة واحدة بس وهو إن السد ده لازم يجي على الأرض المصريين معظمهم دلوقتي ما بيتكلموش غير في حرب إن السد ده لازم يتضرب ولما تيجي تبص بقى على الشعب الإثيوبي هتلاقى إن السد ده بالنسباله حياة أو موت لدرجة إنهم بيعتبروا السد ده إنه قيامة إثيوبيا وبقى فيه جزء كبير منهم بيصور آبي أحمد على إنه السيد المسيح اللي هيجي يعيد الحياة لإثيوبيا يقول الناس هنا إنهم لإنجاز هذا المشروع ساهموا بأموالهم الخاصة خلال عشر سنين عجاف بأموالنا بنينا سد النهضة وهذا ليس فقط لإحداث التنمية وإنما لبقائنا على قيد الحياة وفق ما نريد الجميع شارك في بناء حلم أثيوبيا وعندما ينتهي سنحصل على الكهرباء أمهاتنا يطبخنا بالفحم والأخشاب ونعاني من نقص المياه الحكومة أقامت السد بأموال الشعب الأثيوبي وفقرائه ندعم الحكومة اتجاه الحلول الدبلوماسية للحصول على احتياجاتنا من مواردنا شفت بقى كلام الشعب الأثيوبي عامل إزاي أبي أحمد استخدم أسلوب في منتهى الخباسة لم فلوس الشعب أو الفلوس اللي بقية مع الشعب ورح جاي حاطتها كلها في السد عشان يعمل حالة التفاف شعبي حوالين السد فالموضوع مع مرور الوقت تطور من كل خلاف على ملف المياه أو خلاف ما بين حكومتين أو سياستين أصبح لخلاف شعبي وضغط شعبي في نفس الوقت على الحكومة وعشان كده بقول وبكرر كلامي لازم كل تصريح عن سد النهضة يخرج من لسان المسؤولين فقط عن الملف لأن كل كلمة بتتقال ما بتتقالش كده وخلاص الكلمة اللي بتتقال بيسمعها 100 مليون مصري وده ممكن يؤدي لحالة احتقان وغليان فوق الوصف ومهما كانت الحلول الدبلوماسية والتحركات السياسية على أرض الواقع واللي نجح الحمد لله بنسبة 100% ولكن برضو التصريحات ليها أثار سلبية خطيرة جداً على نفسية الشعب المصري وأخيراً وليس أخيراً عايز أقولك أن قبل ما صور لك الفيديو مباشرةً في كذا خبر كده طلع من السودان ولكن أنا لسه متأكدتش من صحة الأخبار دي إن شاء الله بمجرد متأكد منها هتلاقيني بقولها لحضرتك مباشرةً لحد هنا وبتخلص حلقة النهاردة وبشكر حضرتكم جداً جداً عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصري العظيم وإلى لقاء السلام عليكم أول ما يقوله مصر ألاقينا في سبكي لوحدي أتحدانا أي حدي حبها في الكند أدي